السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية كشفت شركة موتورولا رسمياً عن هاتفها الذكي المعروف باسم موتورولا إيج إكس ثلاثون ليكون بهذا أول هاتف ذكي بالعالم يعمل بواسطة معالج سناب دراجون ثمانية جين وان الذي كشفت عنه كوالكوم الأسبوع الماضي عموماً دعونا نسلط الضوء على سعر وموصفهة الهاتف قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو يتميز هاتف موتورولا إيج إكس ثلاثون الجديد بشاشة من نوع أولاد بمقاس 6.7 إنش تدعم التدرج اللون الواسع بنسبة 100% ونطاق ديناميكي عالي HDR10 بلاس كما تدعم إدارة ألوان 10 بيت كاملة والتي يمكن أن تجلب ثراء للغاية على تأثير عرض اللون وتوفر الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 576 هرتز ويتوفر نسختين من الهاتف نسخة عادية بكاميرا أمامية داخل ثقب بدقة 60 ميجا بيكسل وقالت موتورولا أيضاً أن هناك نسخة خاصة بهذا الهاتف بكاميرا أمامية تحت الشاشة وجاء الهاتف مزوداً بمعالج سناب دراغون 8 جين وان الجديد مدعوماً بذاكرة وصول عشواء رام بسعة 12 أو 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة مع خيارات التخزين 256 أو 128 جيجا بايت وفي الخلف هناك كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.55 ودعم المثبت البصري للصور والكاميرا الثانية بزاوية واسعة جداً بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم التدبيت البصري والكاميرا الثالثة لعمل العمق 2 ميجا بيكسل وتدعم الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 8K ويحتوي مترولا إيج إيكس 30 على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 68 واط ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 ويبدأ سعر مترولا إيج إيكس 30 من 501 دولار لنسخة 128 مع 8 جيجا رام هناك أيضاً نسخة بذاكرة 256 مع 8 جيجا رام 532 دولار أمريكي ونسخة 256 مع 12 جيجا بايت بسعر 564 دولار أمريكي وستبدأ المبيعات في الصين في 15 من الشهر الجاري شكراً للمشاهدة